بدأت فكرة أعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلا عن العديد من الإشكالات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة هذا وقد تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95% خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين اشتركوا في القناة